بسم الله الرحمن الرحيم العبودية تأليف شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن تيميات الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700 للهجرة الطبعة الثالثة عام 92 و300 و1000 للهجرة المكتب الاسلامي للطباعة والنشر دمشق بيروت الشريط الاول المقدمة للاستاذ عبد الرحمن الباني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسائر اخوانه المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين وبعد فان الناس اليوم اذا ذكرت العبودية نفرت نفوسهم وشمأزت قلوبهم وذلك لما ذاقوا من شرور العبودية التي عرفوها والفوها واعني بها عبودية الناس للناس وخضوع بعضهم لبعض ولكن ابنة النية في هذه الرسالة يحدثنا عن العبودية المحببة الينا تلك العبودية التي ترادف التحرر من الوثنيات ايا كان نوعها والتي تخلصنا من الطواغيط المتكاثرة التي تريد ان تغتال جوهر انسانيتنا تلك العبودية التي تقارنها الفضيلة والسعادة والتي ترد على الانسان كرامته وترفع منزلته انها عبوديةنا لله الذي خلق الانسان من العدم ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته واسكنه جنته تلك العبودية التي ننحني بها لله ثم ترتفع جباهنا فلا نذل لجبار في الارض ابدا مهما على ونسير في الطريق الى الخير في الدنيا والاخرة فلا تقف امامنا عقبة ابدا حتى نظفر باحدى الحسنيين النصر او الشهادة تلك العبودية التي ترجم القاضي عياض عن شعور كل مؤمن نحوها حين تغنى بها فقال ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وانصيرت احمد لي نبيا ولو ان الناس استجابوا للدعوة الكريمة التي اعلنها بامر ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بضعة عشر قرنا بهذا القول الخالد قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ولو ان الناس استجابوا لهذه الدعوة لعاشوا جميعا في حرية وفضيلة وسعادة وسلام وهذه رسالة العبودية من انتعي وانفاع ما قرأت من الرسائل ولقد قرأتها منذ سنوات فوجدت فيها علما غزيرة وتحقيقا دقيقا وتوجيهات نافعة وقد لاحظت ان ابن تيمية رحمه الله يعرض لنا فيها نظرية كاملة عن معنى العبودية في الاسلام وهي نظرية غنية بالافكار المترابطة التي يشتقها من النصوص الشرعية والدلالة اللغوية ويؤينها بالمسلمات العلمية النفسية والاجتماعية وهذا جانب من جوانب الطرافة في نظريته ونحن سنعرض باختصار نظريته ونذكر مزاياها ومنهجه فيها نشيرين الى بعض النتائج التي ننتهي اليها من ذلك كله واحد يقول ابن تيمية المخلوقون كلهم عباد الله الابرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار واهل الجنة والنار اذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن نشيئته وقدرته فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ونميتهم ومصرف امورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه سواء اعترفوا بذلك او انكروه وسواء علموا ذلك او جهلوه لكن اهل الايمان منهم عرفوا ذلك وامنوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك او جاحدا له مستكبرا على ربه وكأن ابن تيمية يريد ان ينبه الى ان العبودية لله نوعان عبودية قسرية تتمثل في كون الله ربنا ومالكنا وكوننا خاضعين للقوانين التي جرى عليها الكون والسنم التي نظم بها الخليق فنحن عباد لله بهذا المعنى شئنا ام ابينا وهناك نوع اخر من العبودية نستطيع ان نسميه الخضوع الارادية او الانقيادة الشرعية هو الاقرار لله وحده بالعبادة والطاعة فيما شرعه لنا من قوانين لا تصبح نافذة وجارية في الواقع الا بتدخل من ارادتنا وهو ما يعبر عنه ابن تيمية بعبودية الالهية اثنان هذه هي الخطوة الاولى من نظريته واما الخطوة الثانية فيعبر عنها قوله وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد ان يعبد غيره ويذل له ويسوق الحجة عليه بقوله فان الانسان حساس يتحرك بالارادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اصدق الاسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم اول الارادة فالانسان له ارادة دائما وكل ارادة فلا بد لها من مراد تنتهي اليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وارادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وارادته بل استكبر عن ذلك فلا بد ان يكون له مراد محبوب يستعبده ويستذله غير الله فيكون عبدا ذليلا لذلك المراد المحبوب اما المال واما الجاه واما الصور واما ما يتخذه اله من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والاوفان وقبور الانبياء والصالحين والملائكة والانبياء والاولياء الذين يتخذهم اربابا وغير ذلك مما عبد من دون الله وهنا يبين لنا ابن تنية ان الانسان على مفترق طريقين لا ثالث لهما فاما ان يختار العبودية لله واما ان يرفض هذه العبودية فيقع على محالة في عبودية لغير الله ثلاثة وهو كما رأيت يقيم هذا الجزء من نظرياته على الاسس النفسية والتحليل الدقيق للطبيعة البشرية فالانسان لا ينفك عن وصف العبودية لانه كائن حي ذو حاجات ومطامع ولان له قلبا فانا ان يكون عبدا لله وانا فهو عبد لغيره وبتعبير اخر ان لم يرضى ان يكون عبدا لله استعبدته حاجاته ومطامعه واهواؤه وشهواته وطواغيت الجن والانس وما يزينون لبني ادم من معبودات ومن هذا يتضح ان العبودية لله تحررهم من كل عبودية اخرى شعروا بها او لم يشعروا ردوا بها او سخطوا يقول ابن تيمية فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج الى ذلك فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا اليه واذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا اليه ويقول والانسان لا بد له من حصول ما يحتاج اليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره ويقول وكل من علق قلبه بالمخلوقين ان ينصروه او يرزقوه او يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وان كان في الظاهر اميرا لهم مدبرا لامورهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر الى الحقائق لا الى الظواهر وهنا يبلغ ابن تيمية اعماق الحقيقة النفسية حين يقول فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما ان الغنى غنى النفس ويقول الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده ولا يلبث ابن تيمية ان يبلغ الافاق الاجتماعية والسياسية حين يتحدث عن بعض مظاهر العبودية لغير الله تلك التي تبدو ظاهرا بعيدة كل البعد عن ان يكون صاحبها عبدا فيقول وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الارض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الاموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع ويقول وتحقيق ان كليهما فيه عبودية للاخر وكلاهما تارق لحقيقة عبادة الله وهو يبين ان سبيل التحرر انما هو كمال العبودية لله فيقول ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات الا بان يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد الا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه فكلما قوى اخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن جميع المخلوقات ويقول كلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه اربع ونظرية ابن تيمية في العبودية هي في الوقت نفسه نظرية في الاخلاق والفضيلة يقول وقد بينا الله ان عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان وقال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل الى الصورة والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله انتهى كلامه ومن كانت عبوديته لله وجهاده في سبيله فعمله كله فضيلة وهو لا ينحرف في اي شأن من الشؤون الا عندما يزيغ عن هذه الهبودية خمسة وهي ايضا نظرية في السعادة فلا اسعد ممن كان عبدا لله ولا اشقى ممن عبد غير الله ان القلب كما يقول ابن تيمية اذا ذاق طعم عبادة الله والاخلاص له لم يكن عنده شيء قط احلى من ذلك ولا انذ ولا امتع ولا اطيب انتهى كلامه ومن كان عبدا لغير الله كيف يكون عزيزا وكيف يكون سعيدا سواء في دنياه ام في اخرى يقول ابن تيمية في عرض هذا الجانب من نظريته القلب فقير بالذات الى الله من جهتين من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يصر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن الا بعبابة ربه وحده والانابة اليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن اذ فيه فقر ذاتي الى ربه بالفطرة من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والتمأنينة وهذا لا يحصل له الا باعانة الله له فانه لا يقدر على تحصيل ذلك السرور والسكون الا الله فهو دائما مفتقر الى حقيقة اياك نعبد واياك نستعين فانه لو اعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله فلم يحصل الا على الالم والحصرة والعذاب ولم يخلص من الام الدنيا ونكب عيشها الا باخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الاول وكل ما سواه انما يحبه لاجله لا يحب شيئا لذاته الا الله ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا اله الا الله ولا حقق التوحيد ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله وكان فيه من مقص التوحيد والايمان بل من الالم والحصرة والعذاب بحسب ذلك ويقول ويمكن ان نتبين هذه الحقيقة وهي حصول السعادة بالعبودية لله دون غيره وذلك باستقراء احوال عباد غير الله صنفا صنفا هل نجد فيهم سعيدا فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه اسيرا لها تتحكم فيه تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل اعظم فان اسر القلب اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه واسترق واسر لا يبالي ما دام قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص واما اذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والاسر المحد والعبودية الذليلة لما استعبد القلب ويقول وهؤلاء عشاق الصور من اعظم الناس عذابا واقلهم ثوابا ويقول هكذا ايضا طالب المال فان ذلك المال يستعبده ويسترقه انتهى كلامه ومن كانت عبوديته لله فانه كما يقول ابن تيمية يطلبه من الله ويرغب اليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبصاته الذي يجلس عليه من غير ان يستعبده فيكون هلوعة اذا مسه الشر جزوعة واذا مسه الخير منوعة واذا علق العبد قلبه بما لا يحتاج اليه صار كما يقول ابن تيمية مستعبدا له وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من احق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد قطيفة تعس عبد خميصة تلك هي النظرية في اساسها العام وخطوطها العريضة ويحسن ان تبين الان اهم خصائصها ومزاياها واحد فهي اولا لا تهمل الجانب الانفعالية العاطفية في الحياة الدينية بل تغنى به وتعتبره مقوما اساسيا من الدين ورقنا هاما من مفهوم العبودية خلافا للعرض الجاف الخالي من العنصر العاطفي الذي الفناه لدى علماء الكلام يقول ابن تيمية فأهل الايمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم ذا قطعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي وهو لا يقيم نظريته على اساس عاطفي الا بعد ان ينقيه من الشوائب والانحرافات وهو اذيئنا بالجانب العاطفي الانفعالي يبرز في نظرياته الدينية وفي تفسير العبودية جانب الحب ويؤيد مذهبه باللغة وبالايات الكثيرة التي جاء في بعضها مكانة الحب ومنزلته حتى لدى المشركين يقول من المعلوم ان المؤمن اشد حبا لله ومن الناس من يتخذ من دون الله انذابا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله وهو يقدم لنا تحليلا نفسيا رائعا لاثر المحبة في السلوك الانساني وكونها دافعا من اهم الدوافع ويطبق ذلك في مجال محبة العبد المؤمن لربه ومعبوده وذلك حيث يقول ومعلوم ان الحب يحرك ارادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات فاذا كانت المحبة تامة استنزمت ارادة جازمة في حصول المحبوبات فاذا كان العبد قادرا عليها حصلها وان كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له اجر كاجر الفاعل ويقول لا يستحق المحبة والخضوع التامة الا الله وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة فالمحبة عنصر اساسي في العبودية ولا عبودية بدون محبة يقول والمقصود هو ان الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته وانما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه وان المحبة فيها انبصات في الاهواء او ادلال لا تحتمله الربودية فهو كما ترى يربط بين المحبة لله وبين العبودية وهما لا تنفكان وهو يذكو ما يترتب على التصور الخاطئ للعبودية مجردة من المحبة وللمحبة مجردة من الخضوع فيتوهم بعضهم العبودية مجرد ذل لا محبة معه ويتوهمون المحبة بساطا في الاهواء وادلالا ولذا نفر قوم من ذكر المحبة ادلالا بلا خشية وطلب بعضهم الامساك عن الكلام في المحبة فاساس العبودية الحب للخوف هذا مع العلم انه يقرر ان الخوف جزء من الدين وانه داخل في الايمان وانه مما يناسب العبودية الحق وابن تلمية يعمى بعرض هذه الناحية والدفاع عنها اناية كبيرة ثم ينقل قول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زندوق ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد انتهى كلابه وبعده فهذا الحب ليس شيئا شكليا ولا هو دعوة عريضة لا يصدقها العمل ولا هو محبة معها فعل المخالفات والمعاصي بل هذا الحب وثيق الرباط بالعمل وبالجهاد وبالجهاد في سبيل الله يقول ومعلوم ان المحبوبات لا تنان غالبا الا باحتمال المكرهات سواء كانت محبة صالحة او فاسلة وقد جعل الله لأهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد في سبيله وذلك لان الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الايمان والعمل الصالح وفي دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان اثنان ومن خصائص نظرية ابن تيمية في العبودية فهمه لها بمفهومها الواسع الافاق الشامل لجميع مناح الدين والحياة خلافا لما عليه اكثر الناس حتى المتدينين اليوم فهو يقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة ويقول فالدين داخل كله في العبادة وهو يذكر ان من عبادة الله وطاعته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق ثم يقول وكل ذلك من العبادة ومن العبادة الاخذ بالاسباب فكل ما امر الله به عباده من الاسباب فهو عبادة ثلاثة ونظريته تتضمن قول بوحدة اصول الاديان المنزلة من الله وذلك على وجه صحيح شرعي وعقلي فقد تبين ان الانبياء جميعا بعثوا بامر واحد هو الدعوة الى عبادة الله وحده يقول عن العبودية وبها ارسل الله جميع الرسل قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ويقول وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذي ارسل الله به رسله وانزل به كتبه وهو ان يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الاسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله كان الانبياء جميعهم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الاولين ولا من الاخرين وقال تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى افغير دين الله يبعون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها ويقول خلال كلامه على الاخلاص لله واتباع شريعته وهذا هو اصل الدين وبه ارسل الله الرسل وانزل الكتب واليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جاهدا انتقل الى الوجه الثاني اربع وهي نظرية اصلاحية اعني ذات اثر اصلاحي بما حاوت من التحقيق والتوجيه فقد دفع ابن تنمية خاصة في الجانب النقدي من نظريته وهو الجانب الذي لا يتسع المجال لعرضه دفع الوام من الضلال الذي وقع فيه المسلمون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وانهم يزدادون توغلا في الاسلام ورقيا في درجات الخاصة وخاصة الخاصة مع انهم يزدادون عنه بعدا كشأن مستدبر الهدف كلما صار خطوة او شوطن ابتعد عن الهدف بقدر سيره فابن تنمية حين بيّن المفاهيم المنحرفة للعبودية والشوائد المضلة عنها قد قدم للمسلمين خيرا كثيرا بما اصلح من حالهم الفكريات والسلوكية وهو قد اغلق بالعلم والحجة على المسلمين بابا بل ابوابا من الشر جاءهم من قبل الاهواء المنحرفة والفلسفات الضالة والتخليط وفوضى المنهج ووضع الشيء في غير موضعه بل تحريف الكلم عن مواضعه ألف فمن ألوان الضلال والانحراف القوم بالشهود ما سمّوه الحقيقة المؤدي إلى الجبر وتعطيل التكاليف الشرعية والمفضي في الحقيقة إلى الرضا بالمعصية والقعود عن إنكار المنكر وتغيير الفساد والاحتجاج للذنوب وللشرك با ومنها القوم بوحدة الوجود المتضمن كفرا هو شر من كفر أهل الكتاب والمشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل في خصومتهم وحربهم حتى هدى الله منهب بضعة وعشرين عاما هي مدة حياته المباركة صلى الله عليه وسلم بعد البعثة وهو يكشف عن مفهوم العبودية المعكوس عند القائلين بهذه الضلالة بل يبين النحاء حقيقة العبودية ومعناها لديهم وهي روح الدين وقوامه وذلك أعني للنحاء تحت سلطان وحدة الوجود جيم وقد أبان ابن تومية مدى ضيق النظر عند المعتزلة القدرية الذين لم يسعهم بعد إثبات الأمر والنهي الحكم التكليفي أن يقروا بالقدر الذي هو الحكم التكويني كما ضاق نطاق الجبرية الذين حين أثبتوا الحكم التكوينية عجزوا عن إثبات الحكم التكليفي دال وهو يبين أن التحقق بالعبودية لا يسلك إليه الطريق المخالف للشرع من الغناء وآلات له التي تهيج محبة مطلقة بل إنما يسلك إليه السبيل الشرعي فكما لا يُعبد إلا الله فإنه لا يُعبد الله إلا بالطريق التي شرعها ورضيها ومن أجمل ما في هذه النظرية بيانه هذين الأصلين وربتهما ربطا طوعيا بالشهابتين فشهادتنا أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا نعبد غيره وشهادتنا أن محمدا رسول الله تقتضي أن مهمة الرسالة تبيان الطريقة المرضية لله في عبادته وأما الخروج عن هذه الطريقة يتنافى مع هذه الشهادة بل ينقضها وقد أكد هذا المعنى بآيات بيّنت أنه يشترط شرطان في العمل ليكون مقبولا الشرط الأول أن يكون صالحا ولا يكون صالحا إلا ما كان موافقا لشرع الله الذي جاء به نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني أن يكون لا يراد به إلا الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول ابن تيمية في نقد الطريق المنحرفة ولهذا يمين هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات والآلات الموسيقية التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة ويقول وطريق الحقيقة عندهم هو الرياضة والسلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه هو ويذوقه ويجده في قلبه الضال الغافل عن الله ونحو ذلك وهو يرى أن الاختيار من الدين بأخذ بعضه وترك بعضه من الضلال فيقول خلال كلامه على الذين يرون إسقاط التكبير ومن هؤلاء طائفة هم أعلامهم عندهم وأعلاهم قدرا وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة ظلمين أن العارفة إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا ضلال مبين وقد ذكر ابن تيمية ناصحا باتباع أسلوب القرآن والأخذ بالعلم للوصول إلى الحقائق الشرعية والوقوف عنده وذلك حين كلامه على المفاهيم المختلفة لما يسمى الفناء فقال بل القمل من المؤمنين الذين لا يهتدون إلا بهج الكتاب والسنة لا يكون في قلوبهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته لأن عندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل هي مسبحة قانثة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرة ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريب التوحيد لله والعبادة له وحده لا شريك له وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكلمان من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم وقبلنا الطريقة الصحيحة في ذكر الله وهي ذكره في جمل تام وأورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وناقش طريقة الذكر بالاسم المفرد وحده مناقشة علمية رصيلة ونبه إلى أنه قد وقع بعض من واضب على هذا الذكر بالاسم المفرد وبهوى في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد خمسة وابن تيمية في هذه المظرية عدا كونه مصلحا دينيا أو مصلحا للعقبة الدينية هو مصلح أخلاقي واجتماعي إذ يقدم معالجة ناجعة لبعض المشكلات النفسية والانحرافات الجنسية وما أحوج الأمة التي تملأ أغانيها وإذاعتها بالحب الجنسي وهي غافلة عن خطره وضرره في أبنائها ودناتها وكيامها العام ما أحوجها إلى أن تعي مثل هذا الكلام الطيب الذي يقدمه خاصة والعدو محيط بها من كل جانب والخطر محدق بها من كل جهة وما أحوجها أيضا وهي من جهة أخرى على أبواب خطر آخر وهو معالجة أمراضها النفسية والاجتماعية بطرائق الغرب في العلاج النفسي القائم على الإلحاد والتنكر لهداية الله وحكمة النبوة ما أحوجها إلى الحذر من أن تنصرف عن ذلك الهدي إلى تلك العيادات السيكولوجية التي يتولها أحيانا الدجالون وأحيانا المنحرفون الذين يحتاجون هم أنفسهم للمعالجة وجدير بها أن تنصرف عن هذه الأساليب الملتوية إلى علاج النبوة المستمد من الخالق وإلى الحكمة المستمدة من النبوة أليس الله بكاف عبده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أليس من الواجب أن نفيد من توجيه الذي يعلم السر وأخفى الحكيم الخبير العليم بذات الصدور ستة وتبدو قيمة نظرية ابن تيمية من النواحي الآتية ألف فهي نظرية قائمة على الملاحظات والحقائق النفسية وقد مرت أنثلة لهذا الجانب ومن ذلك قوله فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود بل لا يمكن أن يحب إلا ما يلائمه وينفعه وأن يبغض ما ينافيه ويدره وهي هنا يرد المنحرفين إلى الأوضاع النفسية السليمة والحالات الطبيعية السوية وهي تتضمن توجيهات تربوية قيمة ومن ذلك ما يمكن أن يعتبر قاعدة أخلاقية وتربوية عامة على أساس حب الله يقول والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكره فالحب الفاسد إنما ينصرف عن القلب بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر جين هذه النظرية لها عدى جانبها النفسي والتربوي لها مداها الاجتماعي والسياسي وقد مر وصفه للمسيطر المتسلط وهو من أحكم وأدق ما يوصف به حيث قال إنه مستعبد لمن دونه وعبد لمن يعينونه على مقاصده يطلب رضاهم بما يبذل لهم من المال ويعضي عن مظالمهم للناس وهو بذلك يمد لهم في البغي والطغيان وقد بينا أن كل من ترك عبودية الله فهو مستعبد لغيره من المخلوقات شاء أم أبى سبع ومن أهم خصائص نظريات ابن تيميات في العبودية كونها موفقة على هدى وبصيرة بين العقل والنقل بين الدين والفلسفة وبتعبير آخر هو لابن تيميات بين العقل الصريح والنقل الصحيح كما هو الاتجاه العام للفكر التيمي أو للفلسفة التيمية إن صح هذا التعبير وهذا التوفيق بين العقل والنقل مبثوث في الرسالة كلها بل هو منهجها وروحها ومع ذلك يراجع على سبيل المثال مناقشته للقائلين بالاتحاد فهو يبين أن دعوة الاتحاد إن صدق فيها أحد فليست أكثر من اضطراب عقلي أو اضطراب في التمييز على حد تعبيره أما أن يكون اتحاد في واقع الأمر وحقيقته فهذا محال قال وظنوا أنه اتحاد وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر فالث لا هو هذا ولا هو هذا ثمانية وهو في عرضه للنظرية والدفاع عن الحق الذي تضمنته معتذل لا يغالي يقبل ما كان صوابا مما عند الآخرين ويرد الخطأ ويلتمس السبب لوقوع من وقع فيه حتى ولو كان كفرا صريحا فيقول مثلا في نوع من الفناء وهو أن لا يحب العبد إلا ما يحبه الله ولا يرضى إلا ما يرضى الله يقول وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطل الدين وظاهره ويقول في من يسقطون التكاليف وقول هؤلاء كفر صريح وإن يقع فيه بالتقليد طوائف لم يعلموا أنه كفر ثم يلتمس العلاج الشرعي لهم وهو ما أوجبه الله على العلماء من البيان والإقناع بالحجة ثم يبين متى يؤخذون بالجزاء وأنه يكون بعد البيان من أهل العلم والإصرار والعناد على مخالفة الحق من جهة الآخذ بالبلال فيقول فمن لم يعرف بذلك فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل كفرا وهو في كثير من الأحيان يشخص الداء بذكر مظاهره ثم يبين أسباب الوقوع فيه ثم يذكر العلاج تسع وابن تيمية ينزع نزعة مثالية في نظريته نزعة ترد على الإنسانية كرامتها وتحتفظ للإنسان بمنزلته العليا فوق عالم الكائنات الحية التي لا تطاوله في منزلته ولا تنازعه في قمته التي وضعه الله فيها بما وضع فيه من عنصر العقل والإدراك وابتغاء الحق والخير وأهلية التكليف يقول ابن تيمية والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ويقول والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفائلة فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يصر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يتمئن إلا بعبادة ربه وعده وحبه والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المقلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه انتهى كلامه وهذه النزعة في الوقت نفسه ليست نزعة خيالية تهمل الواقع ولكن ترتفع به عن طريق التسامي أو الإبدال مما لمحه علماء النفس والتربية وما عرفوا الطريق الحق إليه يقول والأنبياء وهذا في كتاب النبوات لابن تيمية قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها وقد مر قوله ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود بل لا يمكن أن يحب إلا ما يلائمه وقوله الإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخرا ومثل ذلك قوله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يقول إن النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء وإن النفس خلقت لتعمل لا لتترك عشرة هذه نظرية ابن تيمية في العبودية وهي كما قلنا نظرية في الدين وقد يقول قائل إن العبودية ليست المحبة والتذلل كما ذكر ابن تيمية فقط ولا بد أن يلحظ فيها استنادها إلى الإيمان وهذا الكلام حق وهو يؤكد من الدين جانبه الأصلية جانب الاعتقاد إلا أن العبادة من حيث هي أعني في مفهومها العام ودلالتها اللغويات الأصلية أمر يتعلق بالسلوك بالدرجة الأولى أما العبادة بالمعنى الديني أو في المجال الديني فلا بد أن يلحظ فيها قيامها على العقيدة أي على الإيمان بالقوة الغيبية ولذا ينبغي التماس أساسها في موضوع الإيمان والنظرية الكاملة في الدين تتكون في الحقيقة من نظريتين نظرية الإيمان ونظرية العبودية الأولى تتعلق بالفكر والاعتقاد والثانية تتعلق بالسلوك والعمل وهما جانب الحياة الدينية ومن شاء أن يستكمل نظرية ابن تيمية في الدين فيحصل أن يرجع إلى كتبه الأخرى ومنها كتاب الإيمان وكتاب النبوات تلك هي النظرية من ناحية محتواها ومضمونها أما من ناحية أسلوبها أو شكلها فلعل أهم خصائص النظرية الشكلية أنها قائمة على أصول منهجية وبتعبير آخر منهجيتها وهي بمنهجيتها تجدد في حياة المسلمين الفكريات المنهج الأصيل في فهم الإسلام وتناول قضاياه وهي من هذه الوجهة ذات أثر إصلاحي هام كالتراث التيمي كله ذلك أن ابن تيمية ظهر في الوقت الذي امتاز بأمرين واحد تعيان الفلسفات المنحرفة والأفكار الضالة واختلاة الحقائق بالأباطيل والتباس الأصيل من الدين بالدخيل اثنان ضعف روح المنهج عند كثير من أهل العلم في الوقت نفسه ومزية ابن تيمية بصورة عامة وبالإضافة إلى ما في طراثه من الساعة والعمق بل بما فيه من الساعة والعمق الكشف عن وجه الحق فيما اختلط على الناس بأسلوبه الرسيل ومنهجه المحتم ولذا يمكن أن يعتبر ابن تيمية من كبار أعلام الفكر النقدي المنهجي كما أنه من أعلام الفكر الموسوعي في الإسلام فما هي الأصول المنهجية التي استمعها ابن تيمية فيها ألف إن نظريته قائمة على الرجوع إلى النصوص الثابتة وجمعها واستيحائها في كل صغيرة وكبيرة من أجزائها فهي نظرية مخضرة أو مشبعة بالفهم الدقيق والاستيحاء الدائم للنصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو دائما يستدل بالنص على ما يقول بل كأنه إنما يفسر النص ويذكر مضمونه بين يدي إيراده ثم يذكره فينكشف معناه وهو دراك بعيد غوري لروح النصوص ودلالاتها وهو بحق قد جاء بفلسفة إسلامية صميمة ومن الخطأ الشائع ذكر أنثال الفارابي وابن سينا وإخوان الصفا في فلاسفة الإسلام لأنهم لم يقيموا فلسفتهم على عمود الإسلام بل قد ناهضوه وعمل إخوان الصفا بمنهجهم وفلسفاتهم لهدنه دينا ودولة وليست نسبتهم إلى الإسلام أكثر من أنهم وجدوا في بيئة الإسلام وفي زمن سلطان الإسلام وحكمة ابن تيمية هي حكمة القرآن وحكمة النبوة معروضة من خلال المشكلات الفكرية التي عاصرها وعالجها وقد جاء بفكر أصيل سبق به زمانة واستحاء ابن تيمية للآيات القرآنية يذكرنا بدعوة محمد إقبال إلى استمداد الحكمة من القرآن وهو كتاب الحكمة ومصدر الحياة ومنبع القوة ويذكرنا بعدب إقبال على المسلم الذي لا يستمد حياته من حكمة القرآن رأسا ومن الأمثلة الدقيقة لاستحاء ابن تيمية من النصوص قوله فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب فهو قد استفاده من الحديث الشريف ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس والخطوة الثانية في نظريته قد استفاد فيها كما رأيت من الحديث الشريف أصدق الأسماء حارث وأمام وهكذا فابن تيمية يجدد عرض حكمة القرآن وحكمة النبوة علينا وما أكثر استنباطه منهما هذا ومن المعلوم أن النص في قضايا الدين مثل التجربة في ميدان العلوم الطبيعية يقف العالم أمامهما ويستنطقهما ولا يفرض عليهما رأيا سابقا وهي نظرية قائمة على تحكيم اللغة لا على مصادمتها أو الاحتيال عليها كما يفعل الآن بعض الجهلة والمنحرفون وكما فعل الباطنيون من قبل إذ تجاهلوا في سبيل مآربهم من تقويد سلطان الإسلام على نفوس أهله وهدم دولة المسلمين تجاهلوا كل مقتضيات اللغة وقواعدها وقد بدأ كلامه على العبوديات بتحليل لغوي انتهى منه إلى أن العبوديات هي كمال المحبة مع كمال الخضوع والتذلل فمن كان خاضع دون محبة لم يكن عابدا ومن كان محبا دون خضوع ليس من العبوديات في شيء ومن هنا قال إن العبوديات الحقة لا تكون إلا لله وفي رسالته حقائق وأبحاث لغوية ممتعة وهو هكذا دائما مع اللغة ومع قواعدها ومن مزاياه المشهورة ما كان عليه من العلم باللغة العربية إلى الحد الذي لا يدانيه فيه إلا الأفذاذ جيم ومن أبرز معالم منهج ابن تيميته في الكشف عن الحق وبوانه والبرهان عليه اعتماد المنهج التاريخي فهو يلاحظ التطور الذي طرأ على أوضاع المسلمين الثقافية والعملية وكيف كانوا وإلى أي شيء صاروا وهو بهذا يشتق دليلا شرعيا تاريخيا يتلخص بالفكرة الآتية الدين الحق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه قضية مقررة تؤيدها البراهين الكثيرة والآيات والأحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون بعدهم دينا وكأنه يكون للمنحرفين إنما أنتم عليه من هذا القول أو العمل في الدين لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه السلف أي المسلمون الأولون بل هو ما كان عليه الجاهليون وهو ما جاء الإسلام لنقضه والقضاء عليه وتخليص الناس من شره والنظر في التاريخ يشهد لذلك وهو يقضي بيننا وبينكم انتقل إلى الشريط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم العبودية لبن تيمية الشريط الثاني ما تبقى من المتدمة التي كتبها الأستاذ عبد الرحمن الرحيم وفي هذا المنهج التاريخي هداية لمن أنصف وأراد الله له الخير وهذا مثال من استعامته بهذا المنهج فهو بعد أن زيف أقوال القائلين بما يسمونه الحقيقة وإسقاط التكاليف يقول لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين وأن المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعادات له وصد عن سبيله ومشاقة له ثم يقول ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدع المخالفة بشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله وقد استخدم المنهج التاريخي حين حقق القول فيما يسمونه بالفناء فقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه ورفض ما لم يكن كذلك يقول قال ولم يفكر ذلك أحد من سلف الأمة بل ومن ذلك وهو في الحقيقة مما يتربد بين المنهج اللغوي والمنهج التاريخي تنبيهه إلى تغير معامل الألفاظ وتغلب بعض الاصطلاحات على بعض أو بالأحرى حمل الألفاظ القديمة لمعامل جديدة وقد بده الغزالي في الإحياء إلى ما عرض من التطور لبعض الألفاظ والمصطلحات الشرعية في فصل بعنوان بيان ما بدل من ألفاظ العلوم وابن تيمية يستعمل هذا المنهج في مختلف المجالات ومن ذلك مجال الاختلاحات اللغوية ويلاحظ بسورة عامة أن ابن تيمية في إصلاحه المنهجي أعني إصلاحه لفوضى المنهج الفكري لم يعالج انحراف المنهج لدى الباطنية لم يعالج انحراف المنهج لدى الباطنية وأمثالها باعتماد المنهج الظاهري مثلا ولم يعالج شطط غلات القياسيين بإنكار القياس وبهذا يكون كمن يعالج الداء بالداء وإنما جاء برب الأمور إلى طبيعتها فكان منهجه الفكري أخلب وأبقى وأبلغ أثرا في الإصلاح كأي علاج صحيح فإن الذين يعالجون منحراف بالانحراف لا يزيدون على أن يجعلوا في حياة الناس انحرافين بديل من حراف واحد وتظل الأمة من بعدهم بحاجة إلى علاج ولذا كان سبيله العودة بأصول منهج الفكر الإسلامي إلى الأوضاع الطبيعة السوية في جميع مناحيه وأكد بصدد القياس أنه لن يلد في الشرع الإسلامي أي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ولا مهي يخالف القياس الصحيح فكل نص في الإسلام منطبق على مقتدى العقل والحكمة وموافق لما يجبه القياس أي القياس الصحيح وديان لمنهجه الذي أقام عليه نظريته في العبودية فخلصها من الشوائد والانحرافات والمفاهيم الخاطئة التي طرأت على الفكر الإسلامي نذكر ما يشير إليه هو من أصول فكرية خلال كلامه ألف فهو يقول وأصل كل ضلال من ضل إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل عند الله وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه وفي هذا الأصل يبين أهمية النص وموقف العالم منه ويضع حدا للتفريق بينما هو ذاتي يختلف من فرد إلى آخر وبينما هو موضوعي تتلاقى عنده أفكار العلماء ذوي الاختصاص ويقول وجماع الدين أصلا أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرعه لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومثل ذلك قول ابن تيمية والعبادة والطاعة والاستقامة ونزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلا أحدهما أن لا يعبد إلا الله الثاني أن لا يعبد إلا بما أمر وشرع ولا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون ويقول فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهدا وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه جيم وابن تيمية رحمه الله ينبه إلى المنهج الخاطئ في فهم الدين وتناول قضاياه وينبه إلى أنه ليس من التفويض أبدا اعتقاد نقيض مدلول اللف فيقول وهؤلاء عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم ما يرونه ويهوونه حقيقة ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرف القول فيهما عن مواضع وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله ما اعتقادهم نقيض مدلوله دال ومن الأصول التي اعتمدها عدم قبول المتناقضات وتقديم المبادئ على الرجال وبالتالي عدم التسليم والقبول بما نقل عن المشايخ مما يخالف الدين فهو إما كذب عليهم وإما غلط منهم وقد رأى أن القبول بما قال السابقون كيف كان إنما هو بيدن بعض أهل الكتاب وهو لا يليق بالإسلام الذي ضرأه الله من الاختلاف والتعارض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وحفظ أصوله وألهم أهله إلى منهج البحث فيه وجعله حجة على الناس إلى يوم القيامة ولم يرضى من أحد غيره وهكذا طارد ابن تيمية بالحجة والمنطق مظاهر السخف والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين وعقائدهم وأعمالهم سواء في موضوع العبودية أو غيرها وخلص الفكر من مثل هذه السخافات بقوله وتثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من الدعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها فما قال بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء قال ابن تيمية فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع من دخول النار ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصدت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد وأمثال جالك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم لقد كان الطلاعي على هذه الرسالة أول مرة غنما وكان خبر تجديد طبعها بشرى فوجدت أقل الواجب عندما دعاني المكتب الإسلامي إلى تقديمها بعد طبعها أن أقرأها من جديد في هذه الطبعة وأقدمها وإن كان غيري من أهل العلم أولى مني بهذا التقديم وإني لأرجو أن يتيح الله لها أيضا طبعة جديدة محققة على نسخة مخطوطة أو أكثر في الظاهرية أو غيرها وأنا أخشى عادة من المقدمة فكيف وقد طالت أن تقطع عن قراءة ما بعدها كما أني أخشى أن تحول بين القارئ وبين روح النص المقدم وحقائقه ولذا أوصي القارئ الكريم أن لا يقلدني في رأي ارتأيته ولا في فهم فهمته والحق على خلاف ما رأيت إلا أني أردت فائدة القارئ على كل حال وأسأل الله لي وله الهداية والتوفيق إلى الحق من الأفكار والخير من الأعمال وإني أعتقد أن هذه الرسالة من أفضل ما يهدى لأرباب الفكر وأهل العلم وطلاب الحق والخير وأنا أرجو لشبابنا خيرا كثيرا في قراءتها وقراءة أنثالها من تراث ابن تيمية ذلك المجدد والمصلح العظيم وبعد أليس الدراسة التراث التيمي وقد أرضى على ثلاثمائة مؤلف ضرورة من ضرورات نهضتنا وذلك لبنائها على أصولنا لا على أصول غيرنا أوليس عجيبا أن تبقى جامعاتنا في العالم الإسلامي والوطن العربي وكليات الشريعة والحقوق والآباب والفلسفة والتربية فيها مصروفة عن دراسة هذا التراث وإحيائه ونشره والإفادة منه مع ما يقدمه من العون ليكون تفكيرنا أكثر غنا وازدهارا وأصالة ونقاء وهل ننتظر للقيام بهذا الواجب إشارة من أوروبا أو غير أوروبا ويكون شأننا مع هذا المفكر الأصيل والعبقري العظيم كشأننا حتى الآن في الغالب لا ننتبه إلى عظمة العظيم فينا إلا إذا نبهنا الغرب إليه أو لا نقر لإنسان بالعظمة حتى يكون من الغرب أو من أولياء الغرب هذا ما يسر الله لنا والخير أردنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين انتهت هذه المقدمة التي كتبها الأستاذ عبد الرحمن الباني وإليكم الآن نص رسالة العبودية لابن تيبية بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل يا أيها الناس عبدوا ربكم سما العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات وليبسط لنا القول في ذلك فأجاب رحمه الله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأذاء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْطَاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَلَالَةِ وقال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال تعالى إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ كما قال في الآية الأخرى يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُنُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ يَعْمَلُوا صَالِحًا هِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ وَذَنَّ الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْهَا بِقَوْلِهِ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سيدخلون جهنم داخرين ومع تصفة خلقه بالعبودية له فقال تعالى عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات ولما قال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال في وصف الملائكة بذلك وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى عن المسيح الذي دعيت فيه الإلهية والبنوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله فالدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان أي أذننته فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب ثم العشق وآخرها التتيم يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيئاً ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له كما قد يحب الرجل ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما أعظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسابها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأبره فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فالإيتاء لله وللرسول كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا كما قد بصطناه في غير هذا الموضع وقال تعالى أليس الله بكاف عبده وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر فما شاء كان وإن لم يشاء وما شاء إن لم يشاءه لم يكن كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون انتقل إلى الوجه الثاني فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخطأ له مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقع إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملاكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وكثير من من يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار قال إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون وقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار فإن فن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد ومن فن أن الخبر وغيره وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخرا فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإن فتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر هامش الشيخ عبد القادر هو الشيخ عبد القادر ابن موسى الجيلاني العالم الزاهر الصالح المتوفى في بغداد سنة واحدة وستين وخمسمائة للهجرة وتنسب إليه الطريقة القادرية وهو بريء من البدع والضلالات التي تنسب لهذه الطريقة الروزنة الكوة وهي خرق في الحائط كالنافذة وما زال هذا اللفظ مستعملا في العراق انتهى هذا الهامش والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله ولكن كثير من الرجال غلطوا فيه فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدر داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقة وعبادة فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كاف ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله رباه وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب قال تعالى فاصبر إن وعب الله حق واستغفر لذنبك وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فصل وجوب الأمر بالمعروف وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويغضب في الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبصصوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العباوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكموا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية وأهل البر والفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاة وأهل الصدق والكذب فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تأول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصناف كما قال تعالى عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المخترين كابن سبعين وأمثاله ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبدون وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية بل هو ضلال وعمل عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعل وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه ولا متحد به ولا وجوده وجوده والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب للمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرة وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعين به على كل ذلك كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وتذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وذقا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وفي الحديث إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتل جان بين السماء والأرض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الجيني الشرعي على مراتب في الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروجة ويهلك الحرش والنسلة ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القبر وأن يعاقب الظالم بما يقف عدوانه وعدوان أمثاله فيقال له إن كان القدر حجة فبع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القبر حجة وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يتردون هذا القول ولا يلتزمونه وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعال وأثبت له صفات أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفل ذلك مطلقا وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي ويقولون إنه صار من الخاصة وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي نازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت لا يسقطون عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك أرثه وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه نقتل وقد كفرت مثل هذه المقالات في المستأخرين وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم انتقل إلى الشريط الثالث بسم الله الرحمن الرحيم العبودية لابن تيمية الشريط الثالث وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعادات له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله فهذه الأصناف فيها شبه من المشركين لأنهم إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وكما قال تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله في مثل قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم الظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه إلى آخر الصورة وكذلك في صورة الأعراف في قوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إلى قوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقص وأقيم وجوهكم عند كل مسجد إلى قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم ما يرونه وما يهوونه حقيقة ويأمرون باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتددرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم مقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله وتقديم اتباع الهواء على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أو نحو هذا من الكلام فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهم في ذلك طارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وطارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدمت ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة ظنين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا ضلال مبين فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيوسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيوسر لعمل أهل الشقاوة فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عباده والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توتلت وإليه متاب وقول شعيب عليه السلام عليه توتلت وإليه أنيب ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقصوا بقدر ذلك ومنهم طائفة يغطرون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة ونحو ذلك فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من نضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقا والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلا أحدهما أن لا يعبد إلا الله الثاني أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحدا وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا أطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه وقول نوح فاعبد الله واتقوه وأطيعون وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا له نظائر كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء من المنكر وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير وهذا الباب يكون طارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص وطارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران فإذا أفرد عما وإذا قلن بغيره خصا كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله وقوله أو إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة طارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وطارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به كما قال ابن مسعود في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقوله اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى الدرجته ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتبى وهم من خشيته مشفقون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون وقال تعالى لن يسنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشوهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذن من خرج عن ذلك وتعدد في القرآن وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى لبني إسرائيل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون وإيايا فاتقون وقال يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه وكل رسول من الرسل يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وقد بين أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان قال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال تعالى هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وقال تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون انتقل إلى الوجه الثاني وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفى من الأخيار وقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب وعن أيوب نعم العبد وقال عنه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه وقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال عن خاتم رسله سبحان الذي أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها وليس كذلك وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال عينا يشرب بها عباد الله وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض أو ما ومثل هذا كثير متعدد في القرآن فصل في التفاضل بالإيمان إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عنوم وخصوص ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد القطيفة تعيس عبد الخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش إن أعطي رضي وإن ننع سخط فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدنار وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه دعاء وخضر وهو قوله تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش والنقش إخراج الشوكة من الرجل والملقاش ما يخرج به الشوكة وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضيا وإن لم يحصل له صخطا فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده ولهذا يقال العبد حر ما قمع والحر عبد ما طمع وقال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا ويقال الطمع غل في العنق وقيد في الرجل فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنا وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع فيه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظل أنه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة مسألة المخلوق يعني سؤاله ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنم والمسانيد كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم وقال من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مبقع وهذا المعنى في الصحيح وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخجه وما لا فلا تتبعه نفسك فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب وقال في الحديث الصحيح من يستغني غنيه الله ومن يستعف وعفه الله ومن يتصدر يصدره الله وما أعطي أحد معطاء خيرا وأوسع من الصبر وأوسع خواص أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا وفي المسند إن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ما ولني إياه ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأصر إليهم كلمة خفية أن لا تسأل الناس شيئا فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد الناولني إياه وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرب وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله وقد قال تعالى واسأل الله من فضله والإنسان ما بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق ولهذا قرأ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طروسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى فما أن أحمد حتى مات وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل فإن يعقوب قال فصبر جميل وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بصورة يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بك وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المصدعفين وأنت ربي اللهم إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي صخطك أو يحل علي غضبك لك العطبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك وكلما قوية طمع العبد في فضل الله ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته قوية عبوديته له وحريته مما سوى فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل استغني عن من شئتتك نظيرة وأفضل على من شئتتك أميرة واحتج إلى من شئتتك أسيرة فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمرا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله وفخائره وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد نات أو يموت قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خبع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملكها ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاد عنها بغيرها فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحد والعبودية الذليلة لما استعبد القلب وعبودية القلب وأسره هي التي يتغطب عليها الثواب والعقاب فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كفرة العرض وإنما الغنى غنى النفس وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صدي فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوان تعلق القلب بها بلا فعل فاحشة أشد ضررا عليه من من يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه وهؤلاء يشبهون بالسكارة والمجانين كما قيل سكراني سكر هوا وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكراني وقيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في حين ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن القلب إذا ذاق طعم عبابة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا أمذ ولا أمتع ولا أطيب والإنسان لا يطوك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فإن الصلاة فيها دفع مكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل محبوب وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق وينيده ويطلبه فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ولهذا قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاض من دساها وقال تعالى قد أفلح من تزكا وذكر اسم ربه فصلى وقال قل للمؤمنين يغدوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فجعل سبحانه غض البصل وحفظ الفرج هو أقوى تزكية للنفس وبيّن أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوان جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجتيحونه ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد متيع لهم والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر وكليهما تارك لحقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبصاته الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له وربما صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخصيفة تعس عبد الخميصة وهذا هو عبد هذه الأمور فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضيا وإذا منعه إياه سخط وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغد ما أبغضه الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الإيمان كما في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وقال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبعد في الله وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره وقد قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله ولا ينهى إلا عما يبغده الله ولا يفعل إلا ما يحبه الله ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به فمن كان محبا لله لازم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله وقد جعل الله لأهل محبته علامتين اتباع الرسول والجهاد في سبيل وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغده الله من الكفر والفسوق والعصيان وقد قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فتوعد من كان أهله ومانه أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله والله لأنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال فوالله لأنت أحب إليه من نفسي فقال الآن يا عمر انتقل إلى الشريط الرابع بسم الله الرحمن الرحيم العبودية لابن تيمية الشريط الرابع فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات فإذا كانت المحبة تامة استنزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قالوا وهم بالمدينة حبسهم العزر والجهاد هو بذل الوسع وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة أو فاسلة فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا له ازداد عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضله عما سواه والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين من جهة العبادة وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحصرة والعذاب ولن يخلص من آلام الدنيا ونكب عيشها إلا بإخلاص الحب لله بحيث يكون الله هو غاية مراده ومهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأولي وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئا لذاته إلا الله ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحصرة والعذاب بحسب ذلك ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له فإنه ما شاء الله كان وما لم يكن فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو إلهه الذي لا إله غيره وهو ربه الذي لا رب له سواه ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجاهه إياه وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له ولم يرج قط شيئا إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه كان قد حصل له من تمام عبودياته لله بحسب ما قسم له من ذلك والناس في هذا على درجات متفاودة لا يحصي طرقها إلا الله فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو أن لا استسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والمنتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فجعل الكبر مقابلا للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته فالعظمة والكبرياء من خصائص ربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفى والمروة وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وإن عظمة وعند الأذان يهرب الشيطان قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم أول الإرادة فالإنسان له إرادة دائما وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملاهكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا قال تعالى ولقد أرسلنا ميوسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر تذاب إلى قوله وقال ميوسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إلى قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم ميوسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقال تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وقال وجحدوا بها واسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ومثل هذا في القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك في قوله وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا يوسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك بل استقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الأول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاذاه الله ولا يحب إلا لله ولا يبغض شيئا إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال في اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين قال نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال في حق إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها مفسه ولقد استفلناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وقال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون وقال إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينين له مدبرون فهم مسلمون له طوعا وكرها ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا به وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر إليه كافتقار هذا وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن منسكات رحمتك قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وقال تعالى عن الخليل يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوله قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إنما الشرك لظلم عظيم وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالمة فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما وأعظم الظلم الشرك وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين والأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به كما أن القدوة الذي يقتدى به والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب وإنما بعث الأنبياء بعده بملته قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال تعالى وقالوا كون هودا أو نصارى تهتبوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط إلى قوله ونحن له مسلمون وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير بري فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تعالى وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه وقال لا تبقى ين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر وقال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك وكل هذا في الصحيح وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام وذلك من تمام رسالته فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه ردا على أشباه المشركين وفيه رد على الرافدة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر والخلة هي كمال المحبة المستنزمة من العبد كمال العبودية لله ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبون ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب والمتيم المتعبد وتيم الله عبد الله وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل إذ الخلة لا تحتمل الشركة فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا بخلاف أصل الحب فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامته اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وسأله عمر بن العاص أي الناس أحب إليك قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها وقال لعلي رضي الله عنه لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأمثال ذلك كثير وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقصطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال والذين آمنوا أشد حبا لله أما الخلة فخاصة وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنوا أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيدة وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأنثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحبا كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطا بينا فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه انتذ به واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته انتقل إلى الوجه الثاني وقال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريقها ودفع ضدها فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم وتفريقها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله والخلات ليس لغير الله فيها نصيب بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا علم مزيد مرتبة الخلات على مطلق المحبة والمقصود هو أن الخلات والمحبات لله تحقيق عبوديته وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية ولهذا يذكر عن ذلنون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها ذلنون هو ثوبان بن إبراهيم أحد الزهاد المشهورين من أهل مصر توفي بنصر سنة خمس وأربعين ومئتين للهجرة وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحد ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوة المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع الربوبية التي لا تصلح إلا لله فيدعي أحدهم دعاوة تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق العبوديات التي بيّنها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول سببا لبعض المحبوب له ونفوره عنه بل سببا لعقوبته وكثير من السالكين سلكوا في دعوة حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من الدعاء الدعا والباطلة التي لا حقيقة لها كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد وأنثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وثناء يسقط فيها تنييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال والسكر هو لذة مع عدم تمييز ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذن والغرام كان هذا أصل مقصدهم فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحبة فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية وكثير من من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم ويدعي من الحالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاب في سبيله والجهاب يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها وعبوديتهم لله أكمل من عبوديت من قبلهم وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل فأين هذا من قوم يدعون المحبة وفي كلام بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوخ والعصيان ولا يمكن أحد أن يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبعد ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم ثم زادهم الغماسا في أهوائهم وشهواتهم فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة زاعمون أن هذا من محبة الله ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجودات أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسوله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح فإن من تمام الحب لله أن لا يحب إلا ما يحبه لله فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة وأما قضاؤه وقدره فهو يبغده ويكرهه ويسخطه وينهى عنه فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغده فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم وفي الطورات والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس ففي الإنجيل أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك وهم برآء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم والله يبعد الكافرين وينقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له وإن كان جزاء الله لعبده أعظم كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب كما في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوة المحبات لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يغرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوما فيجعلون مكبوعيهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فلابد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ولابد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما موى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النبل وفي حديث آخر قال أبو بكر يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس يا بقايا العرب يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم رياء والشهوات الخفية وقيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعاني أرسل في زريبة غمم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي كأن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذة ولا أطيبة ولا أصر ولا أمعن من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا كما يقول تعالى من خشي الرحمن بالغلب وجاء بقلب منيب إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرعوبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء كما قال تعالى أولئك أولئك الذين يبعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشا ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا متلقا فيهوى كل ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغسل أي نسي من مر به عطفه وأماله فطارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذنة وطارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتعضبه الكلمة ويستعبده من يثن عليه ولو بالباطل ويعادي من يذنه ولو بالحق وطارة يستعبده الدرهم والدينار وأنثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلا له خاضعا وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم قال تعالى في إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فال الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال في فرعون وقومه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أن لا يميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ويقول المحققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده نوسى وما أرسله به من الأمر والنهي انتقل إلى الشريط الخامس بسم الله الرحمن الرحيم العبودية لبن تيمية الشريط الخامس والأخير فصل في الفرق بين الخالق والمخلوق وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى مثال ذلك اسم الفناء فإما الفناء ثلاثة أنواع نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب من غيره وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال هامش الشيخ أبو يزيد هو طيفور بن عيسى البستامي الزاهد المشهور ولم يثبت أنه من أهل وحدة الوجود كما يزعم أتباعها توفي سنة مائتين وواحدة وستين للإجراء وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال أريد أن لا أريد إلا ما يريد أي المراد المحبوب المرضية وهو المراد بالإرادة الدينية وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين وهذا معنى قولهم في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم قالوا هو السليم مما سوى عبادة الله أو مما سوى إرادة الله أو مما سوى محبة الله فالمعنى واحد وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وضاطل الدين وظاهره وأما النور الثاني فهو الفناء عن شهود السواء وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط جذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم على أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون به كما قيل في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم نوسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربتنا على قلبها قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى وهذا كثيرا ما يعرض لمن بهمه أمر من الأمور إما حب وإما خوف وإما رجاء يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات العبد فمن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوب كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما أوقعك خلفي قال غبت بك عني فظننت أنك أني وهذا الموضع زلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحانا وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذا ويبغض هذا ما يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي وهذا الفناء كله فيه نقص وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عن من هو فوقهم من الأنبياء وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو ولهم أو جنون وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصرة وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم بخلاف أبي سليمان الدارني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته وعنده من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قامتة له فيكون له فيها تبصرة وذكرة ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأتمنهم ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجه أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين وأن النوع الثالث مما قد يسمى ثلاء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا ثناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد وهذا يبرأ منه المشايخ إذ قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظروا إلى غير الله ونحو ذلك فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إلها لي غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كل بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاءا له بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبتش وبالحق يمشي فيحب منها ما يحبه الله ويبغد منها ما يبغده الله ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعين من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد فهو متردد بين الجنون والإلحاد وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء فإن العبد إذا شهدت تفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليها وتعلقه بها إما محبة وإما خوف وإما رجاء فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين فصارت محبته إلى ربه وخلفه من ربه ورجاءه لربه واستعانته بربه وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا وهو نظير النوع الثاني من الفناء ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره ويشهد كفرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاءا واستعانة وتيكلا على الله وموالاة فيه ومعاباة فيه وأنثال ذلك يكون نواظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكفرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا إله إلا هو وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق وتثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين ورب الأرض والسماوات وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقا في علمه وقصده في شهادته وإرادته في معرفته ومحبته يكون مفرقا بين الخالق والمخلوق بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه منتمعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وانفال ذلك مما هو من خصائص الهية الله سبحانه وتعالى وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره فحينئذ يكون موحدا لله ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وفي المنطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ضرهم في خوضهم يلعبون من أبيان غلط هؤلاء فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم الله مبتدأ خبره قد دل عليه الاستفهام كما في مضائر ذلك تقول من جاره فيقول زيد وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترم به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره وقد وقع بعض من واضب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع وما يفتر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدا فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات وقفبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود بل كان يلقن مختاره من ذكر الاسم المفرد والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى ضلال الشيطان فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضل وقد سنف صاحب الفصوص صاحب الفصوص هو علي بن محمد المشهور بابن عربي الفيلسوف من دعاة وحدة الوجود توفي بدمشق سنة ثمان وثلاثين وستمائة للهزان وقد سنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتابا الهو أو الهو وزعب بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا لسم الذي هو الهو وإن كان هذا وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبيان الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا ما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلة ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله تعالى قل الله ثم ذرهم ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول لسم المفردة وهذا غلط باتفاق أهل العلم فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به نوسى وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به نوسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به نوسى رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به نوسى ثم قال قل الله أنزله ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون ومنا يبين ما تقدم ما ذكره سيب ويه وغيره من أئمة نحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية ولهذا يكسرون إما إذا جاءت بعد القول فالقول ما يحكى به اسم والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب فقال ماذا يقول هذا هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيل وقوله سبح اسم ربك الأعلى وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل وقوله فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا انتقل إلى الوجه الثاني بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فشرع لهم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وهذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه ومن قال في يومه مئة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي سنن ابن ماجة وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله فكنوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه إنما هو قول بسم الله وهذا جملة تامة إلا اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله ومن الناس من يدمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما أظهر المدمر في قوله اقرأ بسم ربك الذي خلق وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلامة يا غلام سلم الله وكل بيمينك وكل مما وليك فالمراد أن يقول بسم الله ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم إذا أرسلتك البك المعلم وذكرت اسم الله فقل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وأمثال ذلك كثير وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله وقول المصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لسم مفرد لا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيت ألا كل شيء ما خل الله باطل ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم الآية وقوله وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَأَمْثَالُ ذَلِكَ جَاءَ لِمَعْنًا لَيْسَ بِاسْمٍ وَلَا فِعْلٍ وَسَمَّى أَلِفْ لَا مِّمْ حَرْفْ وَلَكِنْ أَلِفْ حَرْفْ وَلَامٌ حَرْفْ وَمِيمٌ حَرْفْ وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف ز ثم إن النحاة استلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوه وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر طارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وطارة باسم ذلك الحرف ولما غلب هذا الاستلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة والمقصود هنا أما المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجلة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسبة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بصت الكلام عليه في غير هذا الموضع فصل وجباع الدين أصلا أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ففي الأولى أن لا نعبد إلا إياه وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ومطيع أمره وقد بين لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محبثات الأمور وأخبر أنها ضلالة قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكما أننا نأمرون أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ومطيعه ومتأسى به فالحلال ما حلنا والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إلا إلى الله راغبون فجعل الإيتاء لله وللرسول كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وجعل التوكل على الله وحده بقوله وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله كما قال في وصف الصحابة رضي الله عنهم في الآية الأخرى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب المؤمنين كما قال أليس الله بكاف عبده ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله فجعل الإيتاء لله وللرسول وقدم ذكر الفضل لله لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال إلا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعمت فاستعم بالله والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون وقوله ومن يدع الله ورسوله ووخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأنثال ذلك فالرسل أمر بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه وطاعته والطاعة لهم فأدل الشيطان النسارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهذا الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوا فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الدالين فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه وراجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آفارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم شرح قول الشيخ عبد القادر الجيلاني نازعت أقدار الحق بالحق للحق لشيخ الإسلام ابن تيمية أشار شيخ الإسلام في رسالة العبودية لقول الشيخ عبد القادر الجيلاني هذا فأحببت وقل شرحه لها لأن بعد المتصوفة حاول استغلال هذه الكلمة على غير مراد الشيخ عبد القادر رحمه الله سئل شيخ الإسلامي عن معنى قول الشيخ عبد القادر نازعت أقدار الحق بالحق للحق فأجاب الحمد لله وبعده فإن جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندنا فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله وعليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان ويجاهب في سبيل الله وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله ليس للإنسان أن يبعى السعي في ما ينفعه الله به متكلا على القدر بل يفعل ما أمر الله ورسوله كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحرص على ما ينفعه والذي ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير وعليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به وأن يكون عمله خالصا لله فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وهذا حقيقة إياك نعبد والذي قد له حقيقة وإياك نستعين فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحذور وأن يكون مستعينا بالله على ذلك وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما قدر من الخير ودفع ما يريده الشيطان ويسعى إليه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير قال الله تعالى ولولا دفع الله إلا سبعضهم لبعض فسدت الأرض كما يدفع شر الكفار والفجار الذي ثلث في نفوسهم والذي سعر فيه يدفع بالحق كإعداد القوة ورضاة الخيل وكالدعاء والصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء في الحديث إن الدعاء والبلاء لولتقيان فيعتل جان بين السماء والأرض فالشر طارة يكون قد انعقد سببه وخيفة فيدفع يصوله فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام وطارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير وهذا واجب طارة ومستحب طارة فالذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله والمقصود من ذلك أن كثيرا من أهل السلوك والإرادة يشهدون ربوبية الرب وما قدره من الأمور التي ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفر والانسلاخ من الدين فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى أنكم يكرم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والله تعالى قد قال ولا يرضى لعباده الكفر وقال والله لا يحب الفساد فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه لنا وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا وابتلاءا كما قال تعالى وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٍ أَتَصْبِرُونَ وقال تعالى بعد أمره بالقتال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءا إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبرا فكان خيرا له فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يقضى عليه من المصائب خيرا له وإذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وجاهدا في سبيل الله كان ما قدر له من كفر الكفار سببا للخير في حقه وكذلك إذا دعاه الشيطان والهيا كان ذلك سببا لما حصل له من الخير فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه كما أمر الله ورسوله يكون سببا لما يحصل له من البر والتقوى والخير والثواب وارتفاع الدرجات فهذا وأمثاله مما يبين معنى هذا الكلام والله أعلم تم تسجيل كتاب العبودية لابن تيمية والحمد لله أولا وآخرا وزارة المعارف الأمانة العامة للتعليم الخاص المكتبة المركزية المعطقة الرياض في الخامس عشر من شهر ربيع الآخر عام اثني عشر وأربعمائة وألف للهجرة القارئ أبو البعاط جمع دهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة